حينما تكون في أحد أغنى بلدان العالم نفطياً وتضطر للانتظار في طوابير طويلة أمام محطات الوقود فاعلم إنك في العراق منذ شهور عديدة وأزمة شح الوقود تتفاقم ترجمته المحطات بإغلاق أبوابها أمام سائقي السيارات لتمتد وتشمل محافظات أربيل والسليمانية ونينوى والتأميم والبصرة التي تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً اليوم بالحقيقة أزمة تضرب البصرة بكل أقضيتها وقراها ونواحيها إلى وهي أزمة البانزين شوفوا من الصباح الباكر الإزدحام القوي التارثي اللي ما نعرف أزمة البانزين العادي ما موجود في كل المحطات وينك وزير النفط وينكم نواب البصرة مطالب من المستبعد أن تجد آذاناً مصغية في الأروقة السياسية على المدى القريب فوزارة النفط لم تصدر أي توضيح حتى الآن في مؤشر على مدى الإهمال الحكومي لهذا الملف الحيوي إلا أن هذه الأزمة لا تعكس سوى جانب ضئيل من أزمات الطاقة التي يشهدها العراق على مدار نحو عقدين في ظل استمرار عمليات تهريب النفط إلى إيران وفقاً للجان مختصة أما النفط المهرب فتعيد إيران تصديره إلى العراق الخاضع لسطوة أحزاب موالية لها بمبالغ باهظة إذ تجاوزت قيمة صادرات إيران للعراق وفق غرفة التجارة الإيرانية العراقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار وشملت هذه الصادرات المشتقات النفطية فثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبيك ما زال يعتمد على إيران كمورد رئيسي للتزود بالطاقة فيما تهمل مشاريع تشييد مصاف النفطية ليبقى العراق رهينة لأجندات إقليمية